مرحباً أعزائي متابعي قناتي، أهلاً بكم في قناة مجلات ومسلسلات تركيا. تمكنت آداء M.A.S.A.L. التي تعد من بين المسلسلات التلفزيونية الشهيرة لصيف 2021 من إحداث تأثير كبير في الفترة التي تم نشرها فيها. لدرجة أن عائشة عائشة توران الأسطورية بجمالها وألب نافروز التي ألفت كتاب الوسامة كانت متشابهتين للغاية منذ اليوم الأول من حياة بث المسلسل. حتى لو أنكروا هذه الاتهامات في البداية فلن يظلوا غير مبالين بالانسجام بينهم بمرور الوقت واعترفوا لجميع محبيهم بأنهم كانوا في حالة حب. دعونا نلقي نظرة على تفاصيل هذه العلاقة. تمت مقارنة أيكا أيسين توران وأي أل بي نافروز ببعضهما البعض في سلسلة آدم سالي وحتى أسماء الزوجين اختلطت في شائعات الحب. ومع ذلك نفى الزوجان هذه الشائعات وقال إنهما مجرد أصدقائي. لكن هذه التصريحات لم تكن كافية لتحطيم أحلام عشاق الزوجين. نفى الزوجان اللذان تم القبض عليهما في وقت لاحق في إتلار في ديسمبر. الأخبار الشعبية التي تفيد بأن حبهما للمسلسل التلفزيوني قد تحول إلى حقيقة. ربما أراد الزوجان المشهوران التأكد من حبهما ومشاعرهما في المرحلة الأولى. في وقت لاحق جاء اعتراف الحب من ألب نافروز. قال نافروز بدأنا تجربة علاقتنا في بعد مختلف تسير الأمور على ما يرام حقاً الآن نحن سعداء جداً. وأكد أنهم كانوا في حالة حب في وقت الإعلان كان المسلسل لا يزال مستمراً الأمر الذي أثار بعض الادعاءات. لم يستطع الزوجان المشهوران اللذان التقيا في موقع تصوير مسلسل أيلاند تيل أن يبقيا غير مبالين بالانجذاب بينهما ولم يتردد في تأكيد علاقتهما والعيش أمامهما. ومع ذلك لم يرحب البعض بهذا. على الرغم من أن هذه العلاقة تسمى أحياناً الحب التجارية إلا أنهم أثبتوا أن حبهما ليس إعلاناً لعلاقتهما المستمرة بعد انتهاء المسلسل. تزوجت الشخصيات الرئيسية في آدم سالي التي اشتاحت الشاشات وقت نشرها في الحلقة الأخيرة من شهر يونيو وبويراز. في المسلسل الصيفي الشهيري تزوجت الشخصيات الرئيسية التي كانت متشابهة جداً مع بعضها البعض. إنها مسألة فضول عندما يتزوج ALP نافروز وأيكا أيسين توران الذان لا يزال حبهما على قدم وصاق. المعجبون الذين يحبون الزوجين المشهورين جيداً يريدون أن يتحول مشهد الزواج في المسلسل إلى حقيقة. عندما وصلت السلسلة إلى النهائي لم يتجاهل الزوجان الشابان السفر كثيراً والذهاب في إجازات رومانسية. بعد أن وصلت حكاية الجزيرة التي كانت على الشاشات لموسم واحد إلى نهايتها أمضى الزوجان الشابان صيف عام 2022 على الشواطئ. عاش الزوجان اللذان فضلاً قضاء عطلة لا تنسى على شواطئ بودروم لحظات رومانسية في البحر واختنق بعضهما البعض بالقبلة. تمتلئ الأوضاع الرومانسية التي يشاركها الثنائي بالإعجابات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. ما يلفت الانتباه في الصورة هو نظرة أيكا أيسين توران المليئة بالإعجاب والحب تجاه أيل بي نافروز. من الواضح أن هذين الشخصين في حالة حب مع بعضهما البعض ومعجبهم سعداء جداً بهذا الحب. حسناً دعنا نقول فقط الأمر متروك لنا أن نتمنى للزوجين المشهورين السعادة. الزوجان الشابان اللذان لا يترددان في عيش حبهما أمام أعينهما لا يتغاضيان عن مشاركة إطاراتهما الرومانسية على إنستغرام. لا يتردد الزوجان المشهوران اللذان يفضلان الطبيعة دائماً في مشاركة حالتهم الطبيعية على إنستغرام. تكشف القصة التي شاركها أيل بي نافروز عن وضع الزوجين في المنزل. تمكنت أيكا أيسين توران التي تتمتع بجمال مثل الماء بدون مكياج من إبهار جميع معجبها بجمالها الطبيعي في ستوري. القطة اللطيفة التي أطلق عليها الزوجان مابل هي من بين التفاصيل الرائعة في الصورة. المعجبون الذين يحبون الزوجين كثيراً يريدون رؤيتهم على الشاشات مرة أخرى. من ناحية أخرى، تعتقد عائش عائشين توران أن الدراما الأخرى التي ستمثل فيها مع عشيقها ستضر بمسيرتها المهنية. ومع ذلك، فإن العرض الجميل الذي قدمته شاركة الإنتاج نجح في جعل الممثل يفكر. بينما يستمر البحث عن شريك لسلسلة ALP نافروز الجديدة Children of Heaven، تم تقديم عرض إلى أيكا أيس توران، محب الممثلات الشهيرة. في البداية، لم يقبل الممثل العرض بلطف، معتقداً أنه سيدر بحياته المهنية. ومع ذلك، فإن الممثلة الشهيرة، التي لم تستطع البقاء غير مبالية بعرض 150 ألف ليرة تركية من شركة الإنتاج جولد فيلم، طلبت بعض الوقت لتقييم العرض. دعونا نرى كيف سيستجيب جمالنا الشهيرة لهذا العرض. شكراً لمشاهدة الفيديو الخاص بي. لا تنسى الاشتراك في قناتي ومشاركتها مع حدائك إذا أعجبك الفيديو الخاص بي. مع السلامة.